موسيقى سيئة الخير والتفاقل على كل المشاهدين أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج نقطة نظام النهاردة إن شاء الله محضرين لكم فقرات مميزة جدا يا رب إن شاء الله تعجبكم خليني كده أقولكم على طول عندنا إيه النهاردة الفقرة الأولى إن شاء الله هنتكلم عن حماية الأثار المصرية اللي بيحافظوا عليها رغم تأثير عوامل الزمن اللي بيغير ملمح لكنهم بيقدروا باحترافية شديدة جدا إنهم يرمموا القطع الأثرية اللي بتحكي تاريخ أجدادنا وإنجازاتهم خصوصا الأثار اللي هيتم عرضها في المتحف المصري الكبير اللي بينتظروا العالم كله وبينتظر افتتاحه بعد خضوع مجموعة من الأثار لعمليات ترميم على إيد مجموعة من الخبراء والمتخصصين اللي بيضمهم مركز ترميم المتحف المصري الكبير اللي نجحه في ترميم 56 ألف قطعة أثرية هنعرف أكتر عن مركز الترميم وتفاصيل القطعة الأثرية اللي تم تطورها من دكتور حسين كمال مدير مركز الترميم في المتحف المصري الكبير أما بقى الفقرة التانية هنتكلم عن ملف التراث الغير مادي بمناسبة احتفال منظمة اليونسكو مؤخرا بمرور 20 سنة على اعتماد اتفاقية صون التراث الثقافي الغير مادي خصوصا أن بلدنا غنية بالنوع ده من المورثات وتم إدراك سبع عناصر مصرية في سجل اليونسكو للتراث غير المادي منهم السيرة الهلالية وده فرصة كبيرة جدا هنتكلم كمان عن الأغاني التراثية المصرية اللي واجبنا أننا نحافظ عليها ونتورثها جيل بعد جيل وده اللي شجع الكاتب والشاعر الأستاذ أحمد عطالة أنه يوثق الأغاني التراثية في مختلف المحافظات المصرية من خلال برنامج مصر تغني متشوق جدا جدا لحقيقة أعرف كواليس رحلته في توصيق النوع ده من الأغاني المميزة جدا بس خلونا بعد إذن حضراتكم نروح لفاصل سريع ونرجع نستقبل ضيوفنا أهلا بحضراتكم من جديد المتحف المصر الكبير واحد من المتاحف العملاقة اللي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة واللي العالم كله منتظر افتتاحه باهتمام بالغ المتحف بيضم قطع أثرية نادرة جدا وفي منهم كمان اللي بيعرض لأول مرة كل قطع معروضة في المتحف وراها قصة عمل وكفاح وبرنامج علم كبير قوي عشان تظهر في الآخر بشكل مناسب اشتاج العالم متخصصين في مركز ترميم المتحف المصر الكبير لحد ما قدروا إنهم يرمموا 56 ألف قطعة أثرية الجميل بقى بفكرة مركز ترميم المتحف المصر الكبير إنه مش بس معمول علشان عملية ترميم الأثار المصرية لكن الهدف الأكبر منه إنه يكون مركز إقليمي للحفاظ على التراث والأثار في منطقة الشرق الأوسط بالكامل هنعرف أكتر عن مركز ترميم وتفاصيل القطعة الأثرية اللي تم تطويرها خلال الفترة اللي فاتت من ضفنا اللي منورنا في نقطة نظام الدكتور حسين كمال مدير مركز الترميم في المتحف المصري الكبير منور الدنيا دكتور أهلا وسهلا بحضرة واللفتاح إمتى إن شاء الله كلنا ومش إحنا بس ده العالم كله منتظر إن شاء الله إن شاء الله اللي فاتتاح هيبقى قريب جدا إحنا مشغالين في برنامج دلوقتي الانتهاء من كافة الأعمال داخل المتحف المصري الكبير ده تخلص تلاتين تسعة اللي جاي دوت يعني يقلم إن شاء الله إن شاء الله لكن موعد الافتتاح هو ده قرار سياسي هيتحدد بناءنا على حفل الافتتاح والزعماء والملوك اللي هيحضروا حفل الافتتاح طبعا لازم يبقى توقيت مناسب للكل علشان الحفلة ديت هتبقى يعني زي حفلة كده نقل الموميوات أكيد هيبقى لها ترتبات كبيرة جدا على أعلى مستوى بس عايز أقول لحضرتك إن كل الصور دكتور حسيني اللي بتتصور داخل المتحف وبالذات عن التمثال رمسيس حاجة يعني مبهرة هو ده بجد ولا جرافيك حاجة عظيمة فعلا نروح بقى المركز الترميم فكرة المركز يا دكتور كانت من التسعينات صح؟ تمام لكن هو أنشئ إمتى؟ 2010 تقريبا؟ هو بدأ الإنشاء بتاعه في 2004 وتم افتتاحه في 2010 الهدف بقى من مركز الترميم ده؟ والله إحنا كان متخصصين في مجال ترميم الأثار كان من أحلامنا أن يبقى عندنا مركز للحفاظ على التراث الثقافي يليق بعظمة الحضارة المصرية إحنا كان عندنا إحنا ولحد دلوقتي عندنا معامل ترميم في كل متحف وعندنا في كل منطقة أثارية في إدارة لترميم الأثار ولكن إحنا كنا عايزين مركز كبير طبعا يتحقق مع الحلم الكبير بتاع المتحف في مصر الكبير فكان التخطيط من البداية أنه يبقى مركز إقليمي في كل التجهيزات اللي تخليه ينافس المراكز الدولية هو أكبر مساحة وأكبر تجهيزات كمان فحلمنا برعيتنا بقى التجهيزات إيه بقى؟ بدأنا بأن المركز ببني على مساحة 32 ألف متر مربع وهو بالفعل أكبر مركز ترميم في العالم ده داخل المتحف المصر يا دكتور؟ داخل المتحف المصر ده بص عظمة المتحف المصر قدية كبير؟ طبعا ما هو دوت كان جزء طبعا كبير من دعاية للمتحف المصر الكبير ما كانش فيه حد يعني الحد دلوقتي ما فيش حد في العالم ما يعرفش إن فيه المتحف المصر الكبير وكله ممتظر للإفتتاح دعاية دي بدأت بدري قوي من 2010 دي قاعة أنا أسف دكتور دي قاعة من قاعة الترميم؟ آه دي معامل الترميم إحنا عندنا 19 معمل المعامل دي كل معمل منهم بالمساحة دي حوالي 540 ل 580 متر مربع و19 معمل إحنا بدأنا نقسم تخصصات يعني من البداية كنا بنقسم معامل لصيانة الأثار أو لترميم الأثار اللي هي العلاج باستخدام مواد وخامات آه وبعد كده الجانب التاني من الترميم هو السيانة الوقائية إزاي يحفظ الأثار؟ ما تتعرضش التلف بدون تدخل بمواد ترميم وعملنا معامل تانية للسيانة الوقائية اللي هي تتحكم في العوامل اللي بتسبب تلف الأثار بحيث أن الأثار على اللونج تيرم ما تتلفش أوكي فبدأنا نحطها في البيئة المناسبة ودي برضو أنا آسف يا دكتور دي برضو من ضمن دي من ضمن المعامل بقى ده الجانب التالت من المعامل اللي هو المعامل للفحص والتحليل أو احنا بنسميه الكونسرفيشن ساينس اللي بنكشف بيه عن المعلومات اللي ما بتتشافش بالعين المجربة بتحطوا القطع الأثارية تحت البيئة دي العينات من القطع الأثارية فيه بتبع حاجات متفتتة من قطع أثارية تلفة أو فيه حاجة اسمها الـ Non-Distructive Analysis أجهزة بنفحص بيها المادة الأثارية في مكانها آآ كمان المعامل دي تدورها أنها تطور عمليات الترميم وحفظ الأثار آآ لأن مش الأثار بس الحجارة ده فيه آآ ده قصة ناسيج طب وهل التسعتاشر يا دكتور التسعتاشر معمل هو كل قطع أثارية ده مختص بمعمل مثلاً ولا كل قطع بتعدي على التسعتاشر لا 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 يعني مثلاً عندنا المعامل الترميم اللي هي الصيانة ست معامل متأسمة لطبيعة المادة الأثارية آآ فالأثار اللي من أصله عضوي زي الجلد والنسيج دي ليها معمل لوحدها فالناس بقى متخصصين أكتر في صيانة المواد العضوية آآ في ناس متخصصين في صيانة الأخشاب ليهم معمل برضو تاني آآ آآ معمل متخصص في صيانة الأحجار والنقوش الجدارية يعني بيتعاملوا مع المادة الأثارية مش مع تاريخ آآ يعني يدخل عنده عصر يوناني وعصر كل العصور بس المادة المادة مش العصر آآ فهو بيبقى متخصص في ترميم الأحجار فبيبقى دارس كل عوامل التلف اللي ممكن تحدث آآ تحدث وطريقة علاجة آآ طب إحنا يعني حضرتك كنت بتقول وقاية يعني علاج أو ترميم ووقاية مما سوف يحدث أنا كنت بحسب مما سوف يحدث زي إنها تتحطف حاجات وخلاص لكن هل في مواد بتتضعف أو بتتعامل عشان ما يتلفش يعني القطع الأثارية؟ هي مش مواد هي بقدر إن انت بتتحكم في البيئة المحيطة الأثر بيبقى في البيئة اللي حواليه بيتأثر بيها سواء كانت الرطوبة، المية، درجة الحرارة العالية، الإصابات الحشرية فإحنا مصنفين عوامل التلف وعملين برامج في معمل مختص بالبرنامج دوت بيطبقوا على القطع الأثارية بحيث مثلا الـ IPM أو الـ Integrated Best Management اللي هو المفروض يسيطر على الأفات الحشرية والـ فدوت بيبقى لي بيعمل في موجيشن بيستخدم الأنوكسيا بيستخدم مواد تقتل الحشرات من غير ما يدخل بمواد كيميائية فدوت بيحافظ على المادة الأثارية كل برنامج من البرامج ديت بيعالج مظهر عامل من عوامل التلف طيب دكتور حسين، حضرتك، جمعتوا القطع الأثارية دي من جماع المتاحف؟ أو كان فيه في المخازن؟ أي جمعتوا الحاجات دي من إيه؟ من تحط سيناريو العرض وكان فيه لجنة اختيارات بحيث أنها تغطي سيناريو العرض بالكامل فكان القطع الأثارية، مثلاً مجموعة الملك توت عن خامون أخذناها بالكامل من المتحف المصري في التحرير وكان فيه قطع منها موجودة في متحف لقصر وكان فيه قطع مخزنة في المتحف المصري في التحرير يعني إذا كانت معروضة أو كانت مخزنة؟ ففيه قطع كانت مخزنة لم تعرضتش قبل كده، زي الدرع اللي كان صورته موجودة دلوقتي كم قطع بقى المتحف المصري الكبير هيعرضها وهي ما تعرضتش قبل كده؟ لا كمية كبيرة لأن القطع المخزنة اللي هتتعرض لأول مرة أو القطع اللي كانت مفترض إنها حالتها تعبانة جداً وما ينفعش تتعرض كان فيه فرصة إن في مركز الترميم إحنا بسفاتحين من 2010 إن إحنا نقدر نتعامل مع القطع دي ونأهلها للعرض المتحف ففيه قطع هتتشاف لأول مرة كتير في المتحف المصري طب القطع دكتور حسين اللي قريدي كانت بتعرض حضرتك بتقول فيه منها قعدنا ترميمها صح؟ طب هي مش كانت قريدي بتتعرض للناس؟ طب كانت محتاجة ترميم يعني؟ محتاجة ترميم لأن القطع الأسرية اللي كانت معروضة ممكن تكون في قاعات العرض وفي فترين العرض بقالها فترة طويلة الفترة الطويلة ديت مفيش حد كتير بيفكر إنه يتتغير أو إنها لو حصل تلف غير مرئي بالعين المجردة فإحنا كان لازم حتى مرحلة التنظيف بس إنها كانت معروضة ففي حاجات كانت حالتها جيدة من المعروض هيتعرض على طول زي دلوقتي إحنا عندنا القطع المزهبة بتاع المالك توت اللي هتتعرض اللي لسه موجودة في التحرير وهتتنقل قبل الافتتاح مباشرة زي الماسك من خاصة بالمالك توت ده مش هيحتاج ترميم هيجي من العرض للعرض وعشان كده إحنا سايبينه في التحرير دلوقتي علشان فيه زائرين بيجوا من بره مخصوص عشان يتفرجوا عليه طبعا فأنا مش أقدر أخده أخشيله عندي لحد الافتتاح فبسيبه لحد قبل الافتتاح مباشرة هيتنقل من التحرير للمتحف المصر الكبير من العرض للعرض مباشرة طب وأدوات العرض يا دكتور حسيني الباتارين أو الحاجات اللي بتبقى قريدي القطع الأسرية فيها هل في المتحف المصر الكبير هيبقى فيه تطوير في آلية العرض؟ أه طبعا طبعا عشان يحافظوا عليها أكثر مثل تبقيه جديد يا دكتور؟ يعني أنت بتكلم المتحف المصري في التحرير كان المتحف اللي يعتبر المتحف القومي في مصر كان كل السياح اللي بيزوروا مصر بيروحوا المتحف المصري في التحرير طبعا المتحف في مصر بالتحرير تم إنشاؤه سنة 1902 وكان مناسب للفترة اللي تم إنشاؤه فيها لكن انت بتكلم في المتحف اللي تفتح إن شاء الله يعني عام 2024 طبعا كل ما هو حديث في علم المتحف بالفكر المصري كمان هيتطبق في المتحف المصري فمسألة الحفظ في قاعات العرض يعني المتحف من تعريفه الكلاسيكي إنه هو مكان لحفظ وعرض ودراسة الأسرار ده التعريف غير دوره بقى المتطور اللي بدأ في العشرين سنة اللي فاته علاقته بالمجتمع ونشر الثقافة وتطوير لكن منذ بداية نشأة المتحف وكان دوره الحفظ والعرض والدراسة الحفظ قبل العرض والدراسة لإن لو ما فيش حفظ مش هيبقى في المتابل بعد 300 سنة مش هيبقى فيه في المتحف حاجة فعلشان كده أفضل نظم حفظ الآثار في قاعات عرض متحفي بتم تطبيقها في المتحف المصري وأعتقد إن ده كمان في الحضارات في المتحف الحضارة أه صح؟ في المتحف الحضارة برضو عندهم فاترين حديثة فيها يعني يمكن يتحكمه في البيئة اللي حوالين الأثر كل أثر محتاج درجة حرارة ودرجة رطوبة مناسبة لي الأير بليوشن، التلوث الجوي كل ما هو يحافظ على القطع الأثرية معمول حسابه في قاعات العرض على اللونج تير ده بالإضافة لتقنيات العرض الحديثة بقى اللي زي نستخدم من مالتي ميديا وأساليب العرض للمتحفي الحديثة اللي هي تدي معلومات للزائر عن القطع الأثرية بدون مجهود صح أو لو عايز يعرف أكتر فيه اللي يعرفه أكتر من وسائل العرضة مش الليبول بس اللي موجوده قدام القطع الأثرية لا، فيه وسائل كتير حديثة كل واحد عايز يعرف معلومات أكتر عن القطع الأثرية حسب وقت الزائر هيلاقي هنقول هتبقى فيه مختلفة تمامااً عن المتاحف التانية اللي موجودة في منطقة الشرق الأوسط هو أصلاً متحف المصري الكبير هذا من أكبر متحف في العالم أم protective المركز الترميم هو أكبر مركز ترميم أثار في العالم المتحف المصري الكبير هو أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة في العالم أي لأن كل معظم المتاحف الكبيرة مثل المتحف البريطاني أو المتر للبوليتان أو اللوفر فيها أكثر من حضارة يعني هو عارض من حضارات الشرق الأوسط ومن حضارات مختلفة احنا المتحف الوحيد اللي هو يعتبر أكبر متحف في العالم لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية كنا دايما يا دكتور بنروح مثلا أي المتحف وكده يقولك لا ممنوع التصوير هل الفلاشات والإضاءة أصلا أحد عوامل التلف مع أن القطعة جو أصلا الفترينا الفلاش هو الضوء عموما أحد عوامل تلف الآثار العضوية الحساسة مش كل الآثار يعني مثلا البرد الملون النسيج لأن الأشعة الضوئية فيها وفيها UV وفيها IR الأطوال الموجية المختلفة بتأثر على المواد الأسرية يعني تأثيرها تراكمي مش أول ما تصورها هيحصل لها حاجة لكن الضوء أو الجرعة المعينة من الضوء اللي هي تحفظ الأسر وما تسببلوش التلف ما يتعرضش الحرارة عالية أو طاقة عالية مصبوح فعشان كده بعض الحاجات المخطوطات الندرة بر مصر وفي دول كتير اللي هي ملونة بألوان دقيقة وممكن يحصل فيدنج الألوان من الإضاءة المباشرة الفترة طويلة بتتعرض ست شهور وبتتخزن ست شهور وتتعرض ست شهور يعني بيبقى فيه تبادل لأن هي الطاقة دي بتكتسب وتأثيرها تراكمي على المدى البعيد جدا يعني ممكن يصبح تأثيرها فبيقللوا الخسارة اه بعد 200 سنة 300 سنة وطبعا علم الصيانة وعلم الترميم بيتطور تطور سريع جدا يعني فإحنا بنحافظ على القطع الأسريع على حالتها إلى أن يتطور لأن الترميم من 20 سنة لو أنت شفته هتقول ايه الناس اللي عملوه ده لكن هو كان ده الوقت المتاح والمناسب من خبرات ومواد والأجهاز المناسبة موجودة وقتها فعلشان كده احنا مفهمنا بقى للترميم في المركز الترميم أن احنا المنمم انترفينشن أو التدخل الأقل بحيث أن احنا ندي فرصة للأجهال اللي جاية والتطور السريع في علم الترميم الأسار أنه يقدر يتعامل بشكل أفضل مع المشكلة طبعا والتعيد أسأل حضرتك برضو على المرممين في المركز وهو ده أكبر مركز الترميم في العالم أسهر احنا كم عدد مرممين والشروط بتاعة المركز علشان أنضم أننا أبقى في الكتيبة بتاعة المرممين هو احنا في البداية بدأنا من 2009 قبل الافتتاح نختار المجموعة اللي هتشتغل في مركز الترميم وكان فيه استراتيجي يعني كان فيه تفكير ان احنا ناخدهم على تلات أعمار مختلفة علشان نضمن التواصل فبدأنا ناخد مجموعة في سن معين مجموعة خاصة متواصطين في السن خاصة حديث التخرج بعد الافتتاح مباشرة كلهم خرجون كليات أثار قسم ترميم مسجلين ماجستير أو دكتوراه صح؟ دمو الشروط دلوقتي دلوقتي في احنا 2023 يعني تقريبا 80% من اللي موجودين في المركز معهم دكتوراه أو ماجستير يعني تمام ومسجلين ودكتوراه فبدأنا ناخد نعمل الاستراتيجية ديت بحيث ان يبقى فيه مرحلة تنقل شبرات بالإضافة ان احنا بمجرد الافتتاح بدأنا نعمل دورات تدريبية مكسفة على تدريب فعال بقى احنا احنا شاطرين جدا في الترميم في المواقع الأثارية وكلهم تخرجين كليات أثار فبدأنا ندور على العجز اللي عندنا في أنهي جانب وبدأنا نعملنا اتفاقية مع الوكالة الدولية الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ان احنا نفلفت بقى النقطة اللي مش موجودة عندنا بحيث ان احنا مش القوية بس هي اللي تعمل استدامة للمبنى لازم الناس اللي هتشتغل هتشغل الانفراستراش طبعا فبدأنا نفكر من بدل جدا ان احنا نأهل تيم بيتضرب تدريب عالي جدا بره مصر وده مصر وكنا بنجيب اي خبير في اي مجال احنا محتاجينه من بره مصر عن طريق الجايكا يدرس هنا في مركز الترميم او ناس تطلع برا في دورات تدريبية خارجية درنا نعمل حوالي 103 تدريب كورس في خمس سنين دولت عملوا ده رقم كبير جد اه طبعا عمل تطور جامد في قدرات احنا احنا ما عندناش كان ما عندناش بريفينتف كونسرفيشن او الكونسبت دوت ما كانش واضح عندنا قوي اه حتى ما درسناهوش في الكلية في ايامنا احنا اه فبدأنا نعزز النقط اللي احنا عايزين نقل الاثار مرممين دلوقتي يقدروا ينقلوا زي ايك اكبر شركة من شركات نقل الاثار في العالم تصنيع المونت اللي هو الحوامل اللي بتشيل القطع الاثرية بواقعات العرض انه يقدر يفهم البرفينتف كونسرفيشن و كونسرفيشن ساينس بشكل افضل وقدرنا بالفعل ان احنا نعمل التيم دوت وبنجدد دايما يعني يعني عدده ايه كده دكتور احنا عندنا مية وعشرين مرمم في المركز المية وعشرين مرمم دول بالاضافة لعدد كبير من الاثاريين برضو دول اللي رمم ستة وخمسين الف قطعة قطعة اثارية اثارية في خلال الفترة الفترة اللي فاتت ايه اكتر او اميز قطعة اثارية التيم ده احياها من العدم فيه كان فيه صورة للدرع اللي انت شفتها الدرع الملكي بتاع الخاص بالملك توت عنخامون ياريت نجيب صورة بتاعت الدرع لو نقدر الصورة ديت كانت الدرع ده تم اكتشافه في مخبرة الملك توت عنخامون تسالت سنة 1922 ويتخزن في مخازن الدرع هو ده ده درع مصنوع من ايه من درع ده قطعة فريدة مفيش زيها تاني في العالم لانها الدرع الوحيد اللي مصنوع من النسيج والجلد من نسيج وجلد نسيج وجلد كان الدرع بعد ما ظهر الحديد بشكل اوسع في معظم الدرع درع اللي هو حربي من النحاس او الحديد لكن درع صدرية يلبسها الملك ده القطعة الوحيدة اللي بقية في الحضارة المصرية كله كلمة الملك مين توت عنخامون توت عنخامون اه فتم اكتشافها في المغبرة وكانت عبارة عن مجموعة من الجلد زي الواطحين في الصورة والتكستايل فكارتر والمرمم اللي معاه كان ألفريد بلوكاس انجليزي اه احتموا بالقطعة المذهبة ورحوا حطوا دوت على جنب لان مافيش كان طرق شحص منع كاشة كده ببعضيها اه فاحنا بدأنا قسمناها قسمنا عرفنا الطرق الربط بين ازاي استخدم الليزر الجلد نفسه اه في انه يعمل الصدرية ديت وعملنا كمان ريبليكا زيها وجربنا عليها الاسهم لانه بيقولوا انها جاء نائزية ما كانتش بتستخدم او لان قوتها ما تتحملش ضربات الاسهم لا احنا عملنا تست على ريبليكا منفزة بنفس التكنيك وقدرت الاسهم بسرعة 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 كبيرة من بعد 12 متر ما تختارق قوش اوه فالمعلومة اللي وراء القطع الاسرية مهمة قدر المادة الاسرية طبعا لان المادة l levantaraya عن طريق الاسر طبعا فالمعلومات اللي وراء المادة الاسرية بتعرفك ثقافة وفكر والتكنولوجي والعلم اللي وصله اللي صنع القطع الاسرية ديت وهي اللي بتصيق التاريخ بعد كده المعلومات دي هي اللي بنيستخدمها في السياغة التالية فعلشان كده احنا كان برضو مفهومنا زي المنموم انترفينشن مفهومنا ان الحفاظ على المعلومة اللي ورا المادة الأسرية بقدر أهمية الحفاظ على المادة الأسرية وتغذية معلومات مبهمة بالنسبة لها وإنارتها يعني طيب دلوقتي المركز مركز الترميم بعد افتتاح ان شاء الله المتحف المصر الكبير هيبقى أنهى جزء كبير باعتقادي يعني أنا جزء كبير قوي من مهمته في ترميم الأسرية علشان عرضها في المتحف المصر الكبير ايه دوره بقى يعني هيعمل ايه بعد الافتتاح يعني هيعمل بنفس الطاقة وبنفس الكبستي وبنفس المعامل دي يعني احنا هنبدأ بعد الافتتاح لا والله ايه بقى نبدأ ايه يعني هو المركز بوقت تأسيسه كان طبعا انفراستراكشر ضخمة مش مش منطقة ان احنا معمولة لترميم خمسين او مئة الف قطعة اسرية وتوقف والسلام عليكم اه لا طبعا لا المال اكبر مركز ترميم فمفترض ان احنا كان مخطط له استراتيجية ان احنا هنبقى مركز اقليمي في منطقة الشرق الاوسط مركز للتدريب طبعا الخبرات المكتسبة من التدريب غير بالاضافة لخبرات المكتسبة من التعامل مع ستة وخمسين الف قضية مختلفة طبعا يعني كل قطعة اسرية قضية لوحدها مختلفة طبعا فالخبرات دي كلها هنبدأ نبلورها في ان احنا ننقل الخبرات دي المنطقة يعني نبقى بيت خبرة في منطقة الشرق الاوسط للاستشارات المتحفية والحفاظ على علوم التراث الصفافي لان احنا شاركنا كمان في الميزين برودكشن في قاعات العرض يعني ان احنا ننتاج المواد اللي تستخدم في بعض زي المونت اللي انا قلت حضرتك عليه ان في اكتر من متحف في المنطقة العربية دلوقتي تحت الانشاء واكيد همك بيعتمدوا اساسا على خبرات اجنبية لما يكون في مركز زي مركز طرميم والمتحف المصري الكبير الناس اللي شاركت في بناء هذا الصرح العظيم يكونوا بالخبرات اللي تم اكتسبها خلال فترة دي اكيد هنقدر نساعد في وده دور مصري دايما عبر التاريخ ان هي بتبقى مصدرة لثقافات وهي دايما بتبقى رائدة لثقافات وعدة يعني بسرعة وهنطور كمان في الفترة اللي جاية يعني باضافة ان احنا بيت خبرة للاستشارات المتحفية وانشاء المتاحف وترميم وصيانة الاثار ان احنا بنشتغل دلوقتي كمان في البحث العلمي يعني من بداية انشاء مركز الترميم ويمكن ده جزء مهم في التسويق للمتحف المصر الكبير عالميا ان احنا شاركنا في مؤتمرات دولية كتير بابحاث متميزة عن القطع الاثارية اللي شاركنا اللي عملناها ديت اللي ترممناها وكان الرد الفعل العالمي لما مركز انتو خيروا من يتكلم عن المتحف مركز بالشكل ده وبالحجم ده وبالخبرات دي وما المتحف هيبقى شكله ازاي فالتخيل بقى وكمان الاعلام المصري والاعلام الدولي لعب دور مهم جدا في التسويق للمتحف المصر الكبير ما بقاش فيه حد في العالم ما يعرفش ومش منتظر افتتاح المتحف المصر الكبير فكمان الناس اللي بتيجي تصور جوه مركز الترميم من القنوات الفضائية الاجنبية او المصرية وده بيتعرض فدوت بيخلي فيه شغف اكتر انا اعتقد ان التأخير ده من ضمن خطة التسويق هي هو دور اوروب اوه مش مخطط لها بس بالفعل كان ليه دور العشر سنين اللي فاتوا او الحداشر سنة اللي فاتوا كان ليه دور كبير في ان العالم كله يعرف ايه هو المتحف المصر الكبير دكتور حسين كمال مدير مركز الترميم في المتحف المصر الكبير حضرتك نوارتنا وشرفتنا وعبال لما نتقابل تاني ان شاء الله ان شاء الله في اللي فتتاح ان شاء الله وانا سعيد جدا بالمقابلة ديت وبشكرك وبشكر فري العمل كله مرسي جدا مرسي جدا نوارتنا وشرفتنا بعد اذن حضراتكم هنطلع على فاصل ونرجع نكمل الحلقة مع حضراتكم اشتركوا في اللقاء الدنيا نغارية عجب كل العبر فيها مش بالغادة لما عالم وغوش فيها والطيبة للحيال أصبح قليل فيها أهلا بحضراتكم من جديد مؤخرا احتفلت منظمة اليونسكو بمرور 20 سنة على اعتماد اتفاقية صون التراث الثقافي الغير مادي والحقيقة أن بلدنا من أغنى الدول في العالم بالتراث المادي وغير المادي وكلنا لنا دور مهم جدا في الحفاظ على تراثنا وحمايته خصوصا الإعلام اللي بيقوم بدور كبير جدا في الملف ده وده اللي أثباته ضفنا النهاردة من خلال برنامجه العظيم الرائع مصر تغني اللي لف مصر كلها علشان يقدم أرشيف مرئي للأغاني التراثية المصرية منورنا الكاتب والشاعر الأستاذ أحمد عطالة مقدم برنامج مصر تغني اللي هيحكي لنا بقى عن رحلته في البحث عن الأغاني التراثية وتوثيقة وكمان هيكلمنا عن إنتاجه الأدبي والرؤية منورنا ومشرفنا سيحة الله يخليك وسهل سامح ليه الشرف أن أكون معاك الله يحفظك أنا معجب جداً بالبرنامج ده وأول ما تعامل البرومو حاجة عظيمة الله يخذك إيه شقة في حضرتك بالنك دايماً تروح للحاجات دي للتراث هل أصولك؟ طبعاً أعدي من عشر دايق أيها وبعدين فيها عادات وتقاليدها اللي حافظ عليها الصراعات القبالية اللي موجودها هوارة وعرب وأشرافه في منظومة قبالية كبيرة جداً فدائماً لما بتبقى موجودة المنظومة القبالية بيبقى فيه كله بيتسابق إزاي يحافظ على عادات وتقاليده وتراثه أكتر بيتمسك بيها أكتر صحيح لأن ده جزء من العزة والكياني أنا الموجود فأنا تربيت في البيئة دي اللي موجود فيها اللي بنشوف في احتفالاتنا فيها الغوازي بيجوننا في بعض الأفراح حلقات الزكر الصوفية موجودة الصيرة الهلالية طيب الصيرة الهلالية طبعاً كمان عندنا كان النص مولد النص اللي هو مولد سيدي عبد الرحيم القناعي اللي بنسميه النص عشان بيجي القناوي ها القناوي طبعاً فعشان بيجي في ليلة نص شعبان اللي لاك كبيرة فده بالنسبة لنا كأطفال في قرى ما لهمش علاقة كبيرة بالمدينة حدث كبير مهم جدا احنا بكرا رايحين المولد فالمولد ده بنطلع بعربيات كل رب أسرة بياخد عربية كبيرة بياخد أطفال عشان نشوف المولد بقى فبنشوف المولد وفقرات المولد كل ده كان بيقعد كم يوم يا سيد أحمد المولد بيقعد تقريبا 15 يوم من أول شعبان والليلة الكبيرة هي ليلة النصف من شعبان هي الليلة الكبيرة هي بيبتدي من نصف شعبان نصف شعبان لا العكس والليلة كبيرة ليلة نصف شعبان فكان يعني بنشوف الحاجات الحلوة دي غير كده مثلا عندنا أفرح نوعية من الأفرح اسمها أفرح يعني شبه أفرح النقوط أو كراسة اللينبي فده فرح معتاد بيتعمل لأن الناس هناك أعمالها مثلا مرتبطة بزراعة قصب السكر فقصب السكر ده لما بتقبض الفلوس فبيعملوا زي جمعية دايرة اللي هو أفرح متعلقة بالدفتر يعني فيه حد مسؤول عن دفتر كل يوم فيه فرح وبتروح تنقطه وهي مش فرح ولا حاجة ومش فرح والغرض ده طريق الغرض بتتغدى زي الجمعية زي الجمعية وكل واحد عليه ده كان يعني زمان في قريتي لكن في بعض القرى حتى لهذه اللحظة محتفظة بيه زي مثلا قرية ملصقة جدا للمحافظة اسمها الحمادات ده عرف متوارس وموجود حتى هذه اللحظة بغرض اللي عايز يعمل مشروع اللي عايز يجيب له ميكروباس اللي عايز يتجوز اللي عايز يفتح نشاط تجاري فأنا بسهله كل واحد زي اللي هو الحضر يقولك احنا نعمل جمعية وهقبضها السامح الأول عشان هو مزنط بالضبط كده نفس الفكر ودي برضو طب ايه اللي بيخلي يا سوز أحمد أنا آسف ايه اللي بيخلي منطقة تحافظ على طراثها ومنطقة تانية الطراث يبعد شوية لو بنتكلم على مفهوم الطراث بشكل كبير شوية آه يعني طراثنا سواء الغنائي أو المادي أو اللا مادي أو الحاجات دي فاحنا هنحلل في حاجات كتير في منطقة اللي بيخليه وقع واللي ما بيخليه وقع أول حاجة مدى احتياج المجتمع لي يعني اللي بيخليك تتخلى عن طقس بتمارسه من سنين ان انت خلاص ما عادش بتبصله بنظر التعالي أو ما عادش مفيد ليه في حياتك اليومية وعشان كده الحاجات التراثية العميقة والقوية هي اللي عندها قدرة انها تخترق الزمن تقدر تكمل دي حاجة في عوامل خارجية احيانا احيانا مثلا الماد الديني في بعض الاماكن كان سبب ان انت بتقول حلال وحرام فده قضى على جزء كبير جدا من التراث المصري زي العدودة مثلا العدودة ده فن كبير جدا ده فن كبير يعني ملايين الابيات الشعرية اللي بيودع بيها النسوة الغريء غير الشاب غير اللي اتجوزت غير اللي ما اتجوزتش غير الحاجات دي فدي كلها انتهت نتيجة ان فكرة عملت معها بحلال وحرام دي جواهر الحاجات دي جواهر سمينة جدا انا من ضمن الحاجات بمناسبة المنطقة اللي بيخلي ايه الحاجات تستمر او لا كنت في سيوة بنصور في السيوة فروح تدور على الاغاني الامازيغية المصرية اللي موجودة في المنطقة دي ودي صاحب التراث كبير جدا في واحدة اسمها بيرجريت شيفر دي المانية جات مصر في التلاتينات هي كانت في اسكندرية وكانت متعلقة بحاجة اسمها كانت مديرة معهد المعلمات في مصر الموسيقى وراحت سيوة اكتر من مرة عشان تجمع الاغاني جامعة حوالي 38 استوانا يتعامل معها العالم كله بحاجة يعني حفاوة غير عديدة اه وزعلوا لما فقدوها فقدوا الاستوانات دي في الحرب العالمية التانية اه لما روحت ملقيتش عشرة اغاني اه ده زمان يعني في الاربعنات اه تقعها التلاتينات اه هي عملت ده في التلاتينات وضعت في الاربعنات وكانوا حطنا في مكتبة بيرلين ونتيجة الحرب فقدت هي كتبت بعض النوات الموسيقية للاغاني دي لكن عايز اقولك لما روحت ملقتش الاغاني ليه ملقتش الاغاني لان كان فيه مد ديني في وقت من الاوقات بيحرم او ينظر للفنان باعتباره اقل نظر اقل الفنان الشعبي اقل حتى كان فيه فنان مثلا قابلته هو زهقان ومش عايز يكمل الفرقة الوحيدة تقريبا اللي مازالت بتقدم تراث في سيوة في سيوة تراث البلد نفسه الامازيغي بالغنى الامازيغي اه يعني وصل الرفض مثلا ان هو فيه حاجات اجتماعية بتتوزع زي مثلا السكر حاجات ميروحلوش في البيت عشان هو فنان ده بيمارس عمل خاص بس ممكن الاغاني والتراثية والحاجات دي يا سيوة احمد ممكن تشوفها في المظاهر الحياة مش لازم يبقى عند فنان صح؟ واللي علشان فنان فهو بيجمع الحاجات دي كلها الفكرة الرفض انت بترفض ممارسته في بيتك يعني لما انت تكون عام يعني متبني افكار حلال وحرام في المنطقة دي تحديدا انت مش هتخلي اهل بيتك يمارسوه هو التراث بيمرس في البيوت العادي يعني من الناس للناس وسط الناس صح واخد بال حضرتك فانت بترفض ممارسته في الفرح في الحاجات دي بتستبدله بحاجات تانية فده جزء من المشاكل اللي وجهت التراث في حاجات تانية ظهرت على العكس زي مثلا الحاجات الصوفية وده راجع انا بشوف يعني ربما يكون مثلا لتوجه الدولة ان دعم التيار الصوفي ضد التيارات المتعسفة المتشددة دي ملمح من ملمحهم فده ادي لهم فرصة انه هم يمارسوا الموالد اكتر يشاركوا في الحاجات الكبيرة اكتر دي حاجة الحاجة التانية دول اللي هم بقى يندرج تحت المسمة ده المبتهلين طبعا والمنشدين صح صح المبتهلين ولا ده جانب اخر الابتهال والانشاد يعني مختلف عن الصوف الابتهال وده يمكن نتكلم فيه متخصصين اكتر هو مناجهة خاصة بيني وبين يعني ربنا بيني وبين ربنا اللي هو المبتهلات ابتهلات الفجر اه اخذ بالحضرتك ما باعتمدش فيه على عالة موسيقية في الغالة بالكتير ممكن يبقى معايا بطانة هو مبني على مفهوم المناجهة الانشاد لا انا ممكن استخدم قلات موسيقية بيبقى معايا فرقة بيبقى اغني قصائد قديمة زي الانشاد اللي بيقدمه ياسين التهامي امين الدشناوي والكبار من هذه المنطقة طبعا عندي سؤال بعد اذن حضرتك السيد الحمد عايزين نعرف الجمهور برضو ايه الفرق ما بين التراث المادي والتراث الغير مادي التراث المادي هو مثلا ابو الهول تراث مادي التراث الغير مادي هو الحاجات الشفوية كل ما هو ملموس فده تراث مادي طبعا ببساطة شديدة جدا كل ما هو شفوي او حرفة او الرجل اللي بيلعب مثلا بالتعابين ما ده تراث شعبي قديم جدا الارب مثل كده يمكن فيه ناس بتهتم احنا بس كمصر ما عندناش الاهتمام الكبير بتراثنا يمكن عشان كتير قوي اه وعنده يعني فيه زخم غير عادي مثلا هتلاقي مثلا في المغرب في ساحة المسجد الفنى الكبير جدا هناك المسجد كله تراث لا مادي هتلاقي هناك الحكاء بيمارسوا ده ضمن من حاجات اللي دخلها ضمن اللي يومسكو يعني الحكي والامثال والاغاني والحاجات دي كلها الراوي الحاجات دي كلها تعتبر لا ماد اه فده مثلا معمول شكل الحفاظ عليه اه ومنتصق بالجمهور ونفسينا هنا في مصر يتعمل كده لان انت عندك كمان اشكال متنوعة مرعبة في مصر محدش يعرف عنها حاجة لا ده مؤخرا كمان استود احمد ابتدى اللي هو يقولك ريميكس الحاجات دي فابتدى يعني على استحياء نعرف الشباب الصغير المزيكة ده ده عندهم مزيكة تانية خالص المزيكة في الاغاني التراثية والشعبية حاجة طب ايه الفرق ما بين الاغاني التراثية والشعبية الاغاني التراثية هي اللي ما تقدرش تحدد لها مؤلف مجهولة المؤلف اه ما تقدرش تحدد لها ملحن هي نتاج عمل جماعي للجماعة يعني اه ظهر في وقت ما استساغته الجماعة اللي حواليه فرددوه وتحول لحاجة كبيرة موروص الناس ما تقوله الغنية الشعبية هو مطرف فنان شعبي بيستخدم قد يستخدم نفس الالفاظ التراثية الشعبية ولكن هو غرض وقال ربح مع فرقة بتغني باحترافية بيروح موالد بياخد فلوس لكن التراث الشعبي هو بيستخدم حتى آلاته بنت البيئة يعني هو بيجيب البوص بتاع الدرعة فيعمله غاب فده ابن البيئة خلاص بيستخدمه كده بيشد جلد ماعز على خشبة فيعمله طار بيجيب من السلحفة دهر السلحفة فيشد عليها مش عارف وطر بتاع السنارة ده لصيادين البحر يعني ودي بداية السمسمية بالمنازل فيعملها يطلع بها نجم فياخدها معا البحر يسلي بيها البحر ده الفرق ما بين ده ما بين التراص والشعب السيرة الهلالية يا سيد أحمد دي تعتبر ايه شعبية ولا تراص تراص طبعا السيرة الهلالية وتحديدا ما السيرة الهلالية أنا والدي صعيدي اوكي اه طبعا 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 كل الصعيدة من عشاء طبعا وكذا حد بقى يعني علي الجرمون طبعا علي الجرمون وسيد الضو جبرى بوحسين ايو وآ وعنط الرضوان وعنط الرضوان وعسام كتير جد اه نفس اللحن يا سيد أحمد هو هو بس ممكن يبقى الإقاع مختلف او طبقة الصوت هو ميزة السيرة او عظمة السيرة الهلالية بالمناسبة السيرة الهلالية هي اكبر موسوعة شعرية في العالم هي اكبر من اليازة اللي بتفخر بها الغرب دي نمرة واحدة المصرية تمام وهي اتحكت في دول كتير جدا في العالم في مصر وفي سوريا وفي العراق المصرية المصرية يعني في سيرة هلالية مش مصرية وفي تشاد سيرة هلالية في تشاد اه طبعا وفي دول تانية في افريقيا حكت السيرة الهلالية ده علشان رحلة الهلالية الملحمة نفسها ملحمة السيرة الهلالية ملحمة مغرية لخيال اي فنان واي شاعر هي السيرة الهلالية في مصر اصلا هتلاقي الطريقة اللي بيغني بها بحري والقصص اللي بيغني بها بحري مختلفة عن الصعيد هتلاقي جابر أبو حسين غير علي جرامون الله هو ايه الموضوع السيرة الهلالية بطبعتها مغرية لأي خيال شاعر وهي تفتح هذا طبعا طبعا يعني بيوصل عدد أبيات في بعض الروايات لخمسة مليون بيت ده المين ده عند جابر وعند سيد الدول اللي هي بيسموها السيرة الأم بالنسبة لي بسميها السيرة الأم اللي جمحها الراحل الأستاذ عبد الرحمن الأبنون ولكن هناك شعراء ما عجبهمش الخط سير السيرة الهلالية مثلا زي علي جرامون نموذج وانا اشتغلت على علي جرامون بتاع 8 سنين ده انت كاتب كمان عام الكتاب رواي عليه فجاء جرامون مثلا خاد الأبطال الرئيسين للسيرة عبو زيدي الهلالي والزناتي والحاجات دي وراح عمل دراما موازية غير الدراما الأصلية اللي اسمح قصص أخرى ده هو السيد أحمد هو اللي ألف كده خيال وهو شعر فطري جدا هو ما تعلمش ولا راح ولا جه يعني المطربين معظمهم شعراء عشان كده بيقولك شاعر السيرة الهلالية وهناك حافظ وهناك حافظة يعني هو ممكن يكون قيمة أنه حافظ يعني حافظ خمسة مليون بيدة قيمة برضه كبيرة جدا وفيه شاعر وفيه شاعر اللي هو بيقدر يضيف وينقح ومعجبهوش الحدث ده فيختلق حدث تاني فهو اختلق أحداث أخرى خلال الرحلة مش موجودة في السيرة الأم ودي ده يعني ده موهبته الفطرية الكبيرة جدا وإحنا نعرف إزاي السيرة الأم مش من الأم ما هدي بقى المتخصصين أكتر والسميعة لأن تصيرها برضه لها حراس لها سميعة سميعة أسادزة يعني وعلى حسب كمان الوقت يعني كل مكان يبقى زمان هي دي الأقرب للي يبقى الأم فيه سميعة في كل مكان فيه ناس كده ما تعرفش هم وبالمناسبة أجيال مختلفة يعني مش كبير بس وصغير لأنا قصدي اللي هو الروي بتاعها أو الشاعر بتاعها كل مكان يبقى زمان ده بيعدلوله ده دول مقياس الجمهور بتاعه السميعة دول ده دول مقياس وقلوله انت غلطان وانت لأ أو ده مش صح والحدث ده ما حصلش كده وبتاعه ويرجعوه ويقول وبيحسبوه سوزي أحمد لسه فيه ناس بيعملوا طبعا فيه طبعا بس في السعيد بس سوزي أحمد ولا لا لا فيه بحري فيه سيرة بتاعت مسلا واحد اسمه سيد حواس وسيد حواس ده بالمناسبة هو فنان شعبي ربنا ادي له الصحة يا رب اعتقد انه موجود يعني يا عايش ربنا ادي له الصحة عنده رتم خاص بيش مور رتم الحواسي في المزيكة لا لا فيه فيه افلام كبيرة وسيد سامح في المنطقة دي جدا مصر مقدس مصر مبدئين جدا يعني بشكل غير عادي يعني لا احنا كده هنروح بقى لمصر تغني الموضوع بتاعنا بس هستأذن حضرتك نتكلم فيه باستفادة بعد الفاصل بعد إذن حضرتك الفاصل ونرجع تاني مع الشاعر والروائي الأستاذ أحمد عطل أهلا بحضرتكم من جديد ولسه يعني احنا مستمتعين في حضرت الأستاذ أحمد عطل الشاعر والروائي الكبير أستاذ أحمد كنت بقول لحضرتك أن والدي صعيدي فكان عندنا الله يرحمه كان عندنا شراية كتير قوي للسيرة الهلالية طبعا كنت عشق بقى ايه أماكن معينة أجي أقول ايه الشريط ده لعلي جرمون مثلا مش حسين فأقول الحتة دي مع الربابة كانت حلوة أو لما لقاء مش عارف الزناتي مع عبو زين أو يونس أو يونس وعزيزة الحاجات دي لا يعني هي دي الحاجات الجماهرية وبعدين كانوا يعودوا يقولوا ايه بقى ده كانوا بيعودوا الجمهور يسمعوا الناس دي طبعا يعني بيهيسوا بقى وهم متيمين طبعا يعني مثلا لقاء الزناتي وابو زيد الهلالي وده لقاء جي بعد مرحلة طويلة ورحلة كبيرة جدا كنا احنا منتظرين منتظرين طبعا انت قعد دول الشرايط بقى بتعرف ماذا بو زيد والرحلة والرحلة الاستكشاف وموت مرعي ويحيا ويونس دخوله القصر واختفاءه ففي قصة كبيرة جدا جدا طوال هذه الرحلة وصراعات مختلفة فهم قابلوا بعض بقى خلاص بعد الرحلة دي كلها وفي هذه الحرب دايما القادة هم اللي بيقابلوا بعض يعني مش الجنود بيحربوا لا القائد هو اللي قابل القائد اه اتهزم القائد فاذا المجيل كله هو الملك اللي بيطلع في المواقع فالزناتي بص على ابو زيد لقاه راكب فرصة نتاية يعني فقال له انا مركب اللي تعشر اللي بتحمله ايه في الحرب بتدي رخاها انا مركب اللي المذكر الزكر يعني يجيب عصرها في ضحاها فابو زيد ده بداية المعركة لسه يتعاركوا يعني اه فابو زيد بص عليه فقال له انا مركب اللي المعجر العاقر اه وتحوم مثل النصورة في الحرب تنزل تفجر ترمي وراها الدكورة الله ففي مباراة شعر بص اللي جيب في عشعر اه وهتلاقي بص الشعره دول يعودوا يعملوا قدامه وهم الجمهور عارفين طبعا ده حاجة جمهري جدا طبعا عارفين امتى الجمهور هيصيح طبعا وامتى هيقوم طبعا طبعا وهكذا يعني في حاجات طب نروح بقى لمصر تغني يلا عمد حضرتك زورت كام محافظة انا كان نفسي طبعا والفاكر اصلا جات لك ازاي الفاكر جاتني توسيق الاغاني التراصية والله هي فكرة قديمة عندي كتبها مثلا من حولي عشر سنين وكنت بحاول يعني اعملها وشايفها وحسسها جدا ومتحمس ليها جدا ولما اراد ربنا سبحانه وتعالى انها يجي لها وقت فظهرت بشكل برضو يعني مدد يعني من المسألة ملهاش علاقة بالسعي يعني الواحد بيسعى فاحيانا جات منين جات من حب للمنطقة دي ورؤية الخاصة ان احنا عندنا كنوز غير الناس ما تعرفهاش حضرتك اوه اه بالزبط كنوز كتيرة جدا الناس ما تعرفهاش ونفسي الناس تشوفها احنا بلك كبيرة جدا تاريخية عميقة جدا متنوعة جدا فدي المسألة يعني سفرت تقريبا يعني حضرتك هنا فين يا سوز احمد دي اسوال والصورة اللي كانت قبلها قبلها دي في المرج دي فرق دي اعدم فرق من اعدم فرق المزمار في المرج هنا في المرج هنا دي الفرق دي دي عيلة عيلة عبدالهادي دي موجودة في سهاج الاصلي طبعا وموجودة في المرج من السبعينات تقريبا في القاهرة بشكل عام وموجودة في اسكندرية كلهم مزمار ومسلا الراجل ده عمي علي عبدالهادي كل الفرقة كل الفرقة مزمار مزمار وطبل بلدي فقط لا غير هي الفرقة مزمار اقدم فرقة مزمار من اقدم فرق المزمار في مصر هي والبنجاوي في سهاج فرقة تاريخية كبيرة جدا يعني ما تقدرش يتحدد امتى جد جد مين من اللي بدأ الحكاية وزورت بقى كام محافظة رئيس تقريبا 15 تقريبا وكان نفس كامل هل في محافظات يا سيد احمد ما فيهش الاغاني التراثية او الشعبية في محافظات كل محافظة عندها حاجة بس في محافظات زاخرة في محافظات زاخرة طبعا ده كنا بنعمله في 2016 وده مع حسينف مع حضرتك كنت المعيد رئيس تحرية اتشرفت بهذا المسألة كنا بنعمله في العالم العربي كان اسمه اي زمن مع حسينف زمن اه فكنا سفرنا بقى العراق وسفرنا الاردن والمغرب وتونس والامارات وكذا دولة يعني ديه تونس ويعني سفرنا كذا مكان يعني كان من البرامج الممتعة برضو اللي بتدور برضو انا شغوف بمنطقة الثقافات حتى رواية حضرتك اه ده بدو البحيرة ولاد علي في البحيرة اه دول برضو مدرسة اخرى في الغنى البحيرة ناحية تحسن الزي زي مرسى مطرور ما هو ولاد علي كلهم المنطقة دي المنطقة دي اه عندهم حاجات كده حاجة اسمها الشتيوة وحاجة اسمها يعني عندهم الصابية وعندهم مفاهيم في الغنى مختلفة عن مفاهيم تانية يعني من مناطق التراثية برضو اللي فيها شغل حلو قوي يعني كنت بتتابع السيد احمد بقى يعني ايه يعني منهج حضرتك وانت بتتابع الخط ده المنهج بتاعك وانت بتوضع البرنامج عسل المنهج ده مش وليد لحظة البرنامج ده وليد تاريخ ان انا اصلا انا شغوف بشكل شخصي بجمع شرائط كاسة قديمة حلو خلاص وتلاقي عندي في البيت عشر بيت كاسة يعني ده مسألة وروح مكان معين يعني عشان ادور على الفنان ده هتدور عني ازاي بقى يعني انت خدت بعضك وركبت العربية وروحت روحت مثلا سيوة مثلا انت رايح لا انا عندي معلومات اقبلها طبعا انا رايح اصور اه يعني اكيد لازم ببقى عارف مين هناك شغال وبيقدم ايه او اثناء التحضير او اثناء التحضير قبل التحضير برضو بروح بيوم او اثنين بقابل برضو بكمل الحاجات اللي نقصة بالنسبة لي اه وبكتب وبروح اصور دي كانت فين دي كانت في اسوان اه سلوة دي حاجة اسمه اه حادي الجمال ده فن من فنون حادي الجمال اه ده اللي بيطلع عالجمل ده مهمته انه بيحدي الحدي ده خلال رحلة السفر الطويلة فبيقول كلام ملحن مغنى شعري قديم جدا للتخفيف عن الناس والتعبير المفروض شادي حادي حادي الجمال الحداء يعني فده فن برضو موجود فن عربي قديم أصلا وهو فن وده السيرة الهلالية محمد عزت ووالده ده في محافظة ده سوهاج 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 يعني اكتر محافظة ايه اللي فيها زخم بالتراز ده مش هنقول اكتر محافظة لان كل محافظة عندها لون وعندها طريقة وعندها زخمها ولكن كل محافظة او كل منطقة جغرافية عندها اللي بيميزها يعني مثلا في الجنوب فن الكلام في المنطقة ما بين مثلا شمال أصوان لحد مثلا سوهاج سوهاج اه وبداية وأصوط فن الكلام لان دي قباعة العربية فالقباعة العربية الكلمة عندهم والشعر عندهم هو قوي جدا فهتلاقي فنون متعلقة بالكلام زي جر النميم زي الكف زي يعني مسميات كتيرة جدا يعني متعلقة بالمسألة دي الموويل الصعيدي الكف يعني ايه يا سيد احمد بيغن يعني بيقروا كف ولا بيغن الكف ده فن قديم عبارة عن مباراة وليه نجومه الكبار زي رشاد عبدالعلى يرحمه وياسر رشاد وفيه بدرويش يعني ده شعر يا سيد احمد ده شعر نظام تحدي تحدي بمعنى ايه لو استاذ ساميح حسين فنان مغني اه فبيروح المسرح النهار ده عنده فرح او عنده حفل فبيطلع المسرح هو هو شاعر لازم يكون شاعر وعنده زخيرة لغوية كبيرة جدا وعنده قدرة على اللحم اه ومرتاجل وحضرتك تطلع حضرتك طلعت على المسرح اه رايح النهار ده مش عارف هتقول ايه اه فبيجي حاجة اسمها الكفافة بتوع قرية جايلك النهار ده الكفافة الكفافة دول مجموعة اه محضرلك بقى اه محضرلك ايه بقى محضرلك بيت شعر او مغنى يعني ملحن وبيقوله هولك وانت المفروض تغني الليلة كلها في نفس الموضوع على نفس القفية اللي اتقالت لك ارتجال ارتجال طبعا ده صعب جدا ده حاجة ده صعبة جدا جدا يعني ده جدا ده صعب جدا جدا عشان كده ده محتاج يعني قدرات خاصة مش اي حد قدر يعمله وكان مين اشهر ياسر ياسر الرشاد طبعا اللي حوله اللي عمله انتشار غير عادي يعني طلع من اسوان ياسر الله يرحمه كان يعني فضيع ملوش حل يرتجل على اي حاجة يتقال لك مسلسل النهاردة حلقة النهاردة فتقول على نفس المسلسل بنفس الطريقة ياه طبعا وانت بقى وحظك يعني ممكن يتقال في ناس يعني عايزة تحرج الفنان في الغالب هو جاي تحدي هو اسم فن تحدي عايزة اكسارك بقى عايزة اكسارك فيقول لك مثلا تركيبة تركيبة صبعية فالهي مركبة في الكلام واللح ولازم تقول انت والجمهور هو الحكم طب وكل الناس دي يا سوز احمد من الناس الفطاح اللي بتوع زمان دول ولا فيه شباب طالع ممكن يبقى ما ياسر واعتبر شباب يعني وفيه شباب صغير طالع طبعا فيه ناس بتكمل فيه ناس بتكمل للرحلة لانه ليه جمهور طول ما ليه جمهور يعني ليه ناس بتكمل فيه بس جمهوره ايه؟ جمهوره يعني شباب صغير لا لا شباب مضروبين بشكل غير عاجب الحفلات اللي هناك دي طب والست دي انا اسف سوز احمد دي سيدة دي فين اصوان دي اصوان برضو دي بتغني للحجاج فقبل الحج دي في الستات في البيوت الحج مثلا طالع الحج فهي بتغني في البيت اغاني الحج للبيت بتطار معها فرقتها اتنين ستات معهم بتطار بيغاني وبعدين اغلست عليها شوية عشان اجيب اخليها تقول عدودة لان العدودة ده برضو فن يعني معرفتش اصوره زي ما قلتلك محاصر بالحرام والمشكلة دي وفيه فن كمان عظيم جدا اسمه فن الفن السري الغنائي للسيدات ده غير معلن لعالم الرجال فن سري للسيدات غنى للسيدات ده بيغنوه للعروسة في الحنة وليلت الدخل تعرف المجتمعات ده هم الوحدهم السيدات تماما وفيه كم جرأة والفاظ لا تتخيل معدية السقف بكتير جد هو المجتمعات دي محافظة جدا ويظل مسائل الشرف والحاجات دي من المسائل الرئيسية فالغرض منه ان هذه البنت اللي احنا ربناها طول الوقت على الشدة وانها في بعض القرى بتلبس بناتها تواب رجالة بالمناسبة في وقت من الأوقات فازاي تكسر هي دخل حياة جديدة مينفعش تدخل بهذه المفاهيم اللي عاملة كده الجمدة فالمهمة بتاعت الأغاني دي انها تكسر حدة الحياة او تكسر حدة المسألة دي عند البنت فبيغنوه لها بقى بصوا كل حاجة لها طيب لها هدف على ذكرى السيد احمد اللي هو الحج الأغاني للحج أنا كنت قاعد مرة في المكتب عندي بالليل فلاقيت حاجة شدت انتباهي من بعيد قوي صوت عالي فوطيت كل الحاجات اللي عندي في المكتب وقعدت طيب رحت لجات البلكونة واسمع وبتديت اكتب ايه اللي هو بيتقال ده حاجة مذهلة عرفت بعد كده وشوفت بقى على النت الزفاف اللي هو الناس اللي بيحجوا طبعا الزفيف او مش عارف اه رحلة الحج رحلة الحج انا عرفت كل مناسك الحج عن طريق الأغنية اه طبعا طبعا وحاجة مذهلة ويروحوا ناحية زمزم يغنوا الزمزم طبعا لان رحالات القديمة كانت طويلة جدا اه وكانوا بيروحوها بالجمل وكانوا بيعودوا مثلا في طريق القصير القديم ده اللي كانت تجمع افريقي كبير جاي من شمال افريقي عشان نروح للطريق ده فالرحلة بتاخد شهور لازم بقى لازم بقى سليها طبعا وكان قبلها قبل الرحلة نفسها كان الحج اصلا قبلها بثلاثة اربع شهور بيتم اعداده بيتعد اللي بيتخبز له والكحك والأكل والحاجات دي فكانت الرحلة كبيرة وينتظر بقى بالخططين اللي بيرسمهم ايوه دلوقتي احنا بتسعك طيارة سلفي دلوقتي اه بزبط طب أنا بس أنا ملاحظ يا سيد أحمد ان صور حضرتك كلها عبر الرحلة دي كلها وجه قبل او لا خالد اغلبها لا لا رحنا بس ما شفناش فين في الدلتا غير البحيرة يعني البحيرة دي ايه دلتا البحيرة كان الغرض منها ان الزايف برغم ان دول عايشين يعني ولاد عليهم دول ما عايشين في كذا مكان طبعا وليه ممتداد في البحيرة وهما من قبل القبائل اللي موجودة في مصر طب هما قبيلة مصرية عريقة فهما موجودين في الفكرة انهم موجودين ولهم جمهور في البحيرة اللي هو تعتبر دلتا بحري يعني طب ما شفت الشرقية طبعا الشرقية عندهم فن القصة وده معروفة يعني يعني عندهم الشبكي ده فنان كبير جدا من 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 اقوى الناس اللي بيقولوا قصص في مصر الله ارحمه وليه ممتداد تاني زي ايه زي حسن ونعيمة والحاجة دي ولا حسن ونعيمة ده ايه مش بالضرورة حسن ونعيمة زي اه يعني ليه مثلا ليه علاقة بالحصاد ايه ليه علاقة بالزرع والحصاد والحاجات دي الغنى الشعبي كله بيغطي يعني غير الغنى الرسمي غير مثلا الغنى الفنانين بتوعنا الكبار الحلوين الجمال دولتا غنى رسمي في الغالب ال93% منه غنى انا حبيتك وانا ما اي تسكتيني والحاجات دي لا لانهم ملوش علاقة الغنى الجماعي او التراثي او الشعبي بيهتم بالدرجة من ميلاد الانسان اه ميلاده السبوع بتاعه الزرع الاكل الشرب المحاصيل المختلفة يعني القطن ليه غنى الصيد ليه غنى الصيد الصيد انا قلت الكلام ده قبل كده مسبيره مثلا جمع 200 غنوة بتكلم مثلا في بداية القرن اللي فات في عشرينات ولا حاجة مسبيره اللي هو علم القصار الكبير من الصيادين بس للصيد بس مالهوش علاقة بالجواز ولا الكلام ده فالغنى الشعبي المصري بيناقش كل حاجة واي حاجة مهما كانت اي شيء ممكن تتخيله حتى في مراحل الجواز في الغنى الشعبي كل حاجة ليها غنوة اغاني الصباحية غير اغاني ليلة الدخلة غير اغاني الحين غير العفش ومدن القنال مدن القنال عندنا سويس وبور سعيد وليس محلية دول دول برضو عندهم غنى الالة الرئيسية السمسمية والسمسمية برضو عندها اختلافات ما بين هنا وهنا وهنا طبعا يعني سمسمية بور سعيد غير اللي في السويس وغير اللي في السمعنية كل حاجة كل سمسمية لها طعم سمسمية بور سعيد غير سمسمية السويس غير سمسمية راس غالب غارب في البحر الرحمة غير سمسمية الانتنازل تحت بقى لأن السمسمية مرتبطة بالبحر هي آلة مرتبطة بالبحر بالدرجة الأولى ويقال أن أساسها الطنبورة النوبي اللي هو الخمس للطنبورة الطنبورة دي لها حوايا السمسمية لها مفاتيح أيوة مثلا السويس معروفة بأنها مدينة الألف عازف يعني العصف الألف عازف أساطير العصف هتلاقيهم سويسة يعني وبعدين هم هتلاقي السمسمية عندهم بتوصل لـ 25 وطر مع أن في الأساس هي 25 وطر دي معناها أنك تجيب لك مساحات كبيرة جدا وبورسعيد برضو بيطوروا يعني فيه ناس بطورت وصلت 25 يعني فيه العشري عامل اللي عنده سمسمية 25 الغنى مرتبط بالمينة بالسويس مرتبط بالحرب فيه حاجات كتير جدا مرتبطة بالمسألة دي ميزة برضو اسمع لها أنه أغاني تضمة فيه بعض أماكن فيه قهوة أبو صباح مثلا كل يوم ثلاث ليها أساسي سمسمية قهوة جلجات دلوقتي حتى الآن فيه قهوة بتاعت اللي بيقدم فيها مثلا فرقة الطنبورة في برسعيد وفيه فرقة الصحبة بيقدموا على كفير مفهوم حديث شوية ورقصاتهم وحاجات فده فني ومارس طول الوقت في السويس عندهم حاجة بتاعتهم اسمها الحنة السويسي الحديث ممتد طب حضرتك اهتمامك بالجانب ده من التراث عن طريق الأغنية حضرتك عملت مصر تغني 30 حلقة 27 حلقة و15 محافظة واهتمام الحقيقة اهتمام الشركة المتحدة الخدمات الإعلامية مهتمة بده زائد اهتمام حضرتك وشغفك الشديد بده هل فيه أجزاء جديدة؟ والله نفسي يا رب وهيبقى برضو مصر تغني ولا حاجة؟ أنا نفسي مصر تغني عشان فيه أشكال غنى لسه ما اتخذتش فنفسي الجزء ده يكتمل خوفا لأنه زي ما قلت لك فيه بعض الفنون بتتعرض للإندسار للأسر فنفسي بس أكمله ومش أكتر يعني فيه بعض الفنانين ليس غرض يعني أنه برنامج أو غير لكنه ده تراثنا طبعا انت بتروح دول وانا روحت دول كتير جدا الناس بتدور على أشياء عشان يقول أنا عندي تراث طبعا فأنت عندك تراث في كل زقاء وكل شارع وكل حارة ده فيه مؤسسات حكومية المفروض تبقى قائمة على ده نفسينا ونفسينا كمان يرتبط التراث ده ودي من ضمن الحاجات يعني نفسي حد يسمعها التراث ده مش حاجة بتخسر التراث ده يكسب دهب نفسه طبعا فيه أفكار كتير جدا معمولة في العالم بيتحول الحاجات دي بتكذب بيها سياحة بتجيب لك عملة صعبة بتعمل بيها مهرجانات كبيرة طبعا بدل ما نعمل مهرجانات بندور في نفس الدائرة صحيحة بنفس المدولة ونبقى شابها بقى سوز أحمد أعطال يعني شاعر والروائل الكبير وأرجو أن يبقى الصديق العزيز ده شرفني شرفني جدا بعد المسرحية العظيمة المتفائل اللي أنا زعلت إنها ما تصورتش لأنها ما هدي من ضمن الحاجات يا سوز أحمد اللي إحنا بنقول إنها هتبقى فيما بعد تراث غير مادية ده المفروض تتصور ده مسرحية الحاجات دي جميلة وأنت عامل فيها كنت شغل غير عادي أعتقد إنها كانت يعني أنا كان نفس الناس تشوفها عشان شوف سامي حسين بشكل آخر لأنه هو فعلا مفنان كبير حبيبي حبيبي مش يعني مفنان شاطر لا ده فنان كبير جدا كتر خيرك سوز أحمد من شكر جدا حضرتك نورتنا الله يخبر وشرفتنا ومسي جدا إهداء حضرتك اللي هي اللواية الأخيرة شرفنا وبالتوفيق يا رب دايما شرفنا الله حبيبي يا سوز أحمد إحنا كده يبقى خلصنا الحلقة بتاعتنا نشوفكم دايما يا رب على خير سلام عليكم شكرا